مرحبا بكم عندما افرغت السلطات مياه هذه القناة التي ترجع الى مئتي عام وجدوا في القاع ما لا يمكن تخيله ولكن قبل ان نبدأ الفيديو لا تبخل علينا بالاعجاب والاشتراك في القناة وحتى نستمر معكم باذن الله حدث ذلك في يوم غائم خلال شهر يناير في باريس بعدما تجمع حجد على طول قناة سان مرتان وعندما تجمع حجد على طول قناة سان مرتان وبينما كانوا يحدقون في الاعمق المعتمة البنية بالاسفل كانت المياه تصرف ببطة كاشفة عن الاسرار التي ظلت مغفية لسنوات عديدة ومع ظهور الجزء السفلي من القناة التي ترجع الى مئتي عام تبين ان هناك جانبا سفليا عجيبا من هذه المدينة بدأت هذه القصة الخاصة بالقناة المشهورة في عام 1802 عندما امر القائد نابليون الاول ببنائها وفي ذلك الوقت كان يعيش في باريس حوالي 550 الف شخص كان عدد السكان ينمو بالسمرار لذلك تمنى نابليون ان تساعد القنوات التي تجمع المياه العزبة الى المدينة في منع انتشار الامراض ونتيجة لذلك وخلال العقدين التاليين حفرت ثلاث قنوات في المدينة بلغ طولهم اكثر من 80 ميل ويمكن القول بان اشهر القنوات الثلاثة قناة سان مارتان وهي تربط قناة اوركا التي يبلغ طولها 86 ميلا بمجرى نهر السين الطويل الهادئ وبدأ من مرسى ارسنال عند نهر السين تمتد القناة تحت الارض تحت ساحة الباستيل والتي كانت موقعا لسجن الذي اقتحم خلال الثورة الفرنسية وتظهر بعد ذلك بالقرب من ساحة الجمهورية قبل التوجه شمالا الى بحيرة باسن ديلا فيلات وهناك ترتبط بقناة اوركا ونهر اوركا من بعدها وبشكل اجمالي تغطي قناة سان مارتان حوالي ثلاثة اميال من وسط باريس ومولت في الاصل من خلال فرض ضريبة على النبيذ ومن الناحية التاريخية فقد اوجدت القناة تجارة وجلبت المياه العذبة الى المدينة وفي الواقع كانت القناة في ايام مجدها تنقل لوازم البناء والطعام لشعب باريس تشتهر القناة اليوم اكثر بكونها وجهة ترفيهية للسكان المحليين والزائرين على حد سوى وغالبا ما يمكن رؤية البوهميين الشباب الاثرياء وهم يتجمعون على ضفاف القناة وفي المقاهي الموجودة على الرصيف بينما تعتبر الجسور الخلابة هي نقطة جزب للسياح الذين يستكشفون المدينة ومع الوقت اصبحت القناة في الواقع رمزا ايقونيا للمدينة بالاضافة الى الهام القناة للرسامين مثل البريطاني الفريد سيسلي والذي ينتمي الى المدرسة الانطبعية فقد ظهرت في عدد من الافلام على مر السنين بما في ذلك الفيلم الكلاسيكي اميلي في عام 2001 ومع ذلك فانه من المؤكد ان تشغيل القناة لمدة مئتي عام قد اثر عليها كثيرا ولذلك يبدل المسؤولون الان جهدا لتفريغ القناة كل عشر الى خمسة عشر عام وذلك لازالة المخلفات التي تقبع في الاسفل ومع ذلك ففي عام 2016 كان في انتظارهم مفاجأة يعود اخر تاريخ لافراغ القناة الى عام 2001 وعندها ازلت السلطات حوالي اربع نطن من النفايات من المياه بالاضافة الى ذلك اكتشف وجود سيارة وغسالات وعملات ذهبية وقذيفتين بحجم 75 مليمتر ويعود تاريخهما الى الحرب العالمية الاولى ومنذ ذلك الحين اصبحت المنطقة المحيطة بقناة سان مرتان مشهورة بالسهرات الليلية حيث يتوافد الشباب لهذا المكان والذي كان حكرا عليهم ومع ذلك فقد كانت هناك مخاوف من انه اولئي المحتفلين سوف يزيدون من نفايات القناة وفي عام 2016 حان الوقت لمعرفة ما اذا قاموا بذلك في يوم الرابع من يناير بدأ العمل على المهمة الهائلة بتفريغ القناة في الواقع استغرق المشروع ثلاثة اشهر وتضمن نقل حوالي ثلاثة مليون متر مكاعم من المياه كما كلف المدينة اكثر من عشر ملايين دولار ولكن كان من اللازم تنفيذ ذلك في البداية افرق العمال المياه من القناة حتى تبقى عشرون بوسط فقط وبعد ذلك حان وقت اخلاء الاسماك تولى الفريق لمدة ثلاثة ايام استوياد اسماك الابراميس والسلمون المرقط والشابوت والتي تعيش في المياه الموحلة ثم نقلت بعد ذلك الى مكان امن في جزء اخر من القناة وفي يوم السابع من يناير تم تصرف باقي المياه من القناة وها قد قشفت اسرار القناة اخيرا للمرة الاولى منذ خمسة عشر عام وقد اذل شهود الذين يتجمعوا على جسور المشاتب القناة لالقاء نظرة عن كثب مما رأوه في قاع القناة في الواقع كانت موظم القمام الموجودة بقاع القناة من النوع الذي يمكن توقعه مثل عبوات زجاجية واكياس تسوق واقماع مرورية ولكن بعضا مما ظهر اصاب الحجد بحيرة كبيرة كيف وصل ذلك الى المياه في الواقع كانت اكثر الاشياء التي ظهرت بعد انخفاض منسوب المياه هي الدراجات وخاصة الدراجات التابعة لنظام الفلاب لتأجير الدراجات اطلق هذا النظام في عام 2007 وقد جلب حوالي 500 دراجة الى شوارع باريس ولكن للأسف يبدو ان الكثير منها قد واجه مصيرا موسفا قال احد الشهود ويدعى مارك الى صحيفة الغارديان يبدو ذلك وكأنه كان زواسة غريب لا استطيع ان اصدق عدد دراجات فلاب الموجودة بالقاع اعتقد انها سرقت ثم القيت هنا بعد ذلك انه لا امر غريب وعلاوة على ذلك لم تكن الدراجات هي الشيء الوحيد الغريب الذي وصل الى قاع القناة بل والاغرب من ذلك انه قد عثر على زوجه من الدراجات النارية بعد انخفاض منسوب المياه ولكن كيف انتهى المطاف بهذه المعدات بهزة الثمن في هذه القناة قد لا تكتشف الحقيقة ابدا وهناك المزيد من الالغاز في انتظار اكتشافها والى جانب الدراجات والدراجات النارية كان هناك عربات السوبر ماركت والكراسي وصناديق القمامة والحقائب وكلهم مباثرون على سطح الموحل كانت هناك اشياء اخرى غريبة مثل جهاز التشغيل المشغل للموسيقى وحتى مرحاض مهجور شكلت جميعها صورة رائعة للحياة على طول وتحت القناة وعلق الشاهد برنارد ها هي باريس امامكم هذه قضارة ولاذها من ذلك ان الامر على ما يبدو انه يزداد سوءا وتابع قائلا لا اتذكر انني رأيتكم هذه القمامة داخل القناة في المرة الاخيرة لقد يأست يستخدم الشباب هذه القناة كصندوق للقمامة وبالرغم من هذا هل يزال هناك املا في مستقبل قناة سام مرتان حسنا مع ظهور مشكلة القمامة التي ظهرت ليراها الجميع استغلت سلطات الفرصة للمجهرة باذاناتها لهذه المشكلة وقالت نائبة رئيس البلدية سيليا بلاويل لصحيفة ميل اونلاين اذا مد الجميع يد العون وتجنبوا القاءة اي شيء في المياه فقد نكون قادرون على السباحة في هذه القناة خلال بضع سنوات شكرا لكم لمتابعة الفيديو ولا تنسوا الاعجاب به والاشتراك بالقناة